طب يا جماعة فيديو جديد في فيديو نهاردة نتكلم فيها عن اللامل لصص وازاي تقدر ترسم بها وازاي تقدر ترسم بها من المتسيح وطلع بها نتيجة الى حد ما كويسة اي يمكن بقى نوع اللامل لصص اللي عندك اللامل لصص مبادئة موجهة للرسامين في برضو اللاملصاص من الفيبركاسل واللاملصاص اللي هي الفيبركاسل عليه اللي كلنا كنا نشتريها بحنا صغيرين الفرق بينهم الى حد ما مش بايد بس فوقنا في فرق في فرق فرق بتفرق في الرسم يفضل ان انت يكون عندك اقلام من دولك انه دوت الفيبركاسل دوت الرصاص بتاع الخشن ونراتيه ترسم بها ع الورقة تحسن وبيجرحها وزات نفسه اصلا مش نعم اه مش نعم ع الورقة وبيسيح بسرعة هلعبت اقلام الاقلام اللي هيبتو بمتبجها للرسمين اقلام اللي هيبتو بالرصاص بتاعها نعمي لحد ما ففي انا ديمست ادلر اتش بي ما بيجرحش الورقة فى اي اي ان كان النوع اللي عندك اطرف تطلع بي او مشايف الاول او انت مش فشان يزبط الموضوع دوت انا قدم توبي من فبراكسل اللي هو بتاعتك نية واتين جنيه مش فاكر و نفس نفس الدرجة من ستيدلورف ده اي لحد ما مكارنا بس قبل مكارنا قبل ما ندخل في مكاننا وبينهم حابب اعمل حاجة وسيطا محابب اعمل حاجة وسيطة عن الموضوع دوت اقدر يطلع لك 3 درجات من الالم ازاي المسكة بتاعت الالم اصلا ما بنمسكش الالم كده ما بنسكوش قريب من قدام ولا بنمسكو بعيد زي الفرش مسلا او الوان كده انت مش هتعرف كده انت مش هتعرف تجيب درجات تقيلة ولو تقيلت هتجرع وانا نفس الكلام ايدك هتعمل الورقة واذا بنفسك مش هتعرف تخفف الالم هيبقى تقيلة او نمسكو مني نمسكو عادي كده من بعد السنة بشوية فانا مسلا عايز اجيب درجة تقيلة من الاتش بي يبدأ مسكو من قدام رايح راجع رايح راجع اعز اخف شوية ارجع الورقة واطلع من فوق برضو وانزل لتحت عايز ان يحصل بلند معي وما يبقاش في الترانزيشن مش بعيني اما عايز اجيب درجة اخف اطلع من فوق ولو ايدي ترافعت من الورقة وانة تحت لازم اطلع من فوق وانزل تاني اطلع من فوق وانزل تاني لان انا حركة ايدي كده باتجاه ده لو طلعت بقى الفوق هتعرضوا مع بعض وهيبن هيبن الترانزيشن فيه وهيبن الشخبيطة او خطوط خطوط صريحة في الرسمة فاشاء لو برسم بورتقيه مسلا وعايز ارسم اسكن فمنوع ان انت تباين ترانزيشن او مش هيبقى لطيفة زي ما انتو شايفين هنا الدرجة قيلة الدرجة وسط والدرجة خفيفة استفاد في ايه ده استفادت كل الدفئة ايه لما اجي ارسم شركة مسلا وعايز اباين حتة مسلا عليها النور وحتة مش عليها النور او حتة مضلمة شوية وقام جاي متقل ببدأ متقيل واتحرك لنحية الخفيف حيث ان حياتة النور عليها تبني فتحة شوية لحياتة مش عليها النور تبني غرقها وقبل ما ندخل ده في شكل الكرة هنعمل مكانة بسيطة غير لثين دولت نفس الدرجة ده تو بي وده تو بي بس الفرق في براند وفي اللي اللي لم واجه لي انا مدهوت موجه للدراسة كام دهوت موجه للرسمين او الى حد ما للرصاص اللي فيه او انا عم شوية كفان فيه فرق في الوزنة بينهم يعني فرق ملحوظة لحد المقام ده متحسش بيه في ايدك وانت بترسم لو انت كأنك مش ما فيك حاجة قام ده في وزن تقيل بيحمل فدولت نفس الدرجة نبدأ من تقيل ارجع ورس لنا عشان اعرف اجيب درجة افتا انزل براحة خالص انزل براحة عشان ما انزل براحة اطلع تاني انزل براحة عشان ما يبانش فرق في الدرجات عشان لو نزلت عملت مسلا درجة غنقه ونزلت من الدرجة هيبان فيه فرق هنا زي ما انتو شايفين ان الم صعب جدا انت اتطلع منه ضربات بس هو مش مستحيل وانا فيه عيب كمان لو جيت مسلا خففت ايدي خالص مش الادم عامل مسلا درجة تانية لا ده هيبطل يكتب خالص لو هيبدأ يقطع ويبدأ يبين مسام الورقة عكس الام الام بيبان موجه للرس مسلا لو خففت ايدي بيبدأ يسد مسام الورقة وبيبانعم اكتر على الورقة لكن دوت لو خففت ايدي المسام بيبان فيه فرق موجه بسطل اخف درجة هنا اخف درجة هنا واتل درجة مش هبافيها فرق جامل لكن اخف درجة هنا اخف درجة هنا اخف درجة هنا قد بداني فرق الى حد ما هوضع ان هنا مسام المسام بتاعتبارها مقفول لكن هنا المسام بتاعتبارها بينها ودوت مش كويس فراس من بورترير في الورتير واحد ما بيسيحش او بيسيح في حتة معيها وضيلة لكن في معظم الوقت الجد ما بيتسيحش انت محتاج قلم تقدر تجيب منه درجات كتير ويسد مسام الورقة فمن المفضل انت استخدم قلم موجه للرسمين او قلم يكون كواليتي الشاركل او كواليتي الفحم اللي جواه وكواليتي السنتاو نعم شوية بحيس ان هو يقدر يساعد المسام غير كده بق غير كده بق انت عايز تتعود على الرسمة بالأرموسوس تعمل ايه تحاول تتجيب لما تجيب مسلا ارموسوس اتش بي و ده سيكس بي من دولة مسام اهو ده اعمل حاول اجيب درجة بال احيان حاول اجيب على نفس الشكل ده بال واجيب التلات درجات فاقوم مرة صعب ان انت تقدر تثبتها وصعب تثبت الترانزيشن انه بينهم انه قلات بين الفاتح والغامق سبعا الوقت ايدك هتبدأ تتعود ويدك ذات نفسها هتبدأ تخفي الوعنا ده بالاتش بي مثلا اجيب درجة اغمق شوية اه اجيب قلم اغمق شوية وحاول اجيب درجات اغمق من الرصاص برنا اهو ده اكرر العملية دي لغاية من ما اثبوتها وطبعا في البداية ما حدش بيعرف يثبتها يعني في البداية افتكلمنا انا اصلا كان بيبدأ في خطوط بين الترانزيشن كنت عاجي اعمل كده وقت ما اخف يبقى في حتة غامقة بينها وحتة فتحة بينها بس مع الوقت ايدك هتتزبت واتبدأ تجيب درجات افتحة عما طول من النوم تتحس اصلا ايدك هتتفعوز وفي اخر فيديو بس احيزة لما لكن اللي استقادل الارضيات مش موجودة في مصر كتير مش موجود مش هتلاقيه سبيلو عليه ومش هتلاقيه فمعظم مكاتب البديل ليها من فيبركاسي بس مش فيبركاسي الليها بتبقى موجودة في كل مكاتب ومش فيبركاسي عاديا فيبركاسي الليها بتبقى الى حد ما معمولة الى حد ما اغلى شوية بس هي بتبقى الشاركل بتاعتها او الرصاص بتاعها بيبقى نعم شوية فبيبقى وديل عن الستادلر وارخص كمان من الستادلر ومش موجودة في مصر او موجودة بس موجودة قليل اوي المشكلة انا كمان مش موجودة في سمير وعين سمير وعلي واخد توكيل في براكاسل فاكيد مش هيبيها المنافس بتاعهم فبس يعني بيفكر فيها ما يجي اشتري حاجة زي حاجات للرسم ادوات للرسم في بيفكر في سمير وعلي بس سمير وعلي مش عندها الستادلر او مش عابل تشتغلش في الماركب بتاعت استادلر لان هي واخد توكيل في براكاسل فالحد ما صعب صعب ان انت تلاقي اقلام استادلر في مصر وانا مش عارف هي موجودة في مكتبة الوان ولا لا بس يعني انا ما رحتش فرع مكتبة الوان نهائي فعل بديل ليها لو رحت مرتبة سمير وعلي هتلاقي لان في براكاسل من غالية في برضو انا في براكاسل لغدر لغدر دوات برضو لطيف لغدر برضو يبقى حسن من لسو الدكتير يعني عندك اللغدر وفي برضو ده وفي تاني اكيد برضو سمير وعلي من بالفرح براكاسل ولواتل استادلر على البطاف قموة بتmlيو بستمتعشل لغة تاني اشتركوا في باكاسل تجري باشرwarη زمت لاحظ مكتبة تتنمتعشل لغة تاني اشتركوا في براكاسل تابعات الأمداء دع انتظار